هذا قد أكد مديره الكلية العسكرية التكنولوجية لواء أركان حرب حسام الدين مصطفى أن طلاب الكلية تلقوا أعلى مستوى تعليمي يشملوا التدريب على أحدث المعدات الخارجين الكلية العسكرية التكنولوجية طلقوا خلال مدة دراستهم على أعلى مستوى من التعليم احنا طبعا التعليم عندنا بيعتمد على أربع محاور محور طبعا عضوها التدريس والطالب والمنهج والبيئة التعليمية احنا الحمد لله كل شق من الأربع مراحل دول ادنا لهم أعلى أهمية عشان خاطر الطالب اللي هيتخرق هيقدر يلتحق بالتشكيل والوحدة اللي هي تسلحت الحمد لله شكرا لها قواتنا مسلحت تسلحت به العديد من التسليح الحديث وده طبعا لازم يتطلب أن اللي هيتعامل مع هذه المعدة لازم يتلقى أعلى درجة من التعليم التقني أو التكنولوجي